ملخص المسألة أن الشافعية والمالكية وعلى قول للإمام أحمد يقولون في عين العملة الورقية لا زكاة ولو كانت قيمتها تساوي نصابا من الذهب والفضة أبو حنيفة رضي الله عنه يقول لأنها تروج رواج الذهب والفضة ففيها زكاة وهذا الأحوط والأسلم فإذا لا يعترض على من قال بهذا القول أو بهذا القول أو أخذ بهذا القول أو بهذا القول ثم هنا ننبه إلى مسألة مهمة يأتي الكلام على جزء منها في الفصل الذي يلي هو أن من عمل بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه والذي سنذكر بجواز أن يضع ماله في البنوك الحربية التي يملكها غير مسلم بشروط ذكروها نتكلم عليها لا يلفق فيقول أنا آخذ بقول الشافعية على عدم تزكيتها أو عدم وجوب الزكاة فيها هنا لا يلفق فمن وضعها باعتبار مذهب الحنفية في البنوك الحربية فهذا بشروطه فلابد أن يزكي عملا بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه أمر أمر حاول شكرا